بالإضافة إلى الأمراض العضال الأخرى، تعتبر أمراض القلب والشرايين أكثرها انتشاراً، إذ يموت بسببها 17 مليون شخص سنوياً. السبب لا يكمن في حدة المرض واستعصائه على العلاج، لكن في عدم القدرة على شراء الأدوية التي تقضي عليه أو تخفف من حدته. وبحسب دراسة منشورة في دورية لانست العلمية، فإن الأدوية التي تمنع الوفاة بسبب مرض القلب ليست متوفرة في بعض المناطق الحضارية ومعظم المناطق الريفية في الدول الفقيرة. هذه الأدوية هي الأسبرين، وأدوية تنظيم ضربات القلب، وخفض ضغط الدم المرتفع، وعقاقير السرخاء أنسجة الدم، وتحسين تدفقي، وأدوية تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. الأنواع الأربعة باستثناء الهند كانت متوفرة في 25% فقط من المناطق الحضارية، و3% في المناطق الريفية بالدول ذات الدخل المنخفض. وأضافت الدراسة أن هذه العقاقير ربما تكون بأسعار غير معقولة في 60% من الدول ذات الدخل المنخفض باستثناء الهند أيضاً. وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى توفير أدوية أمراض القلب والشرايين في 80% من المجتمعات، ويتناولها 50% من المرضى بحلول عام 2025. ندى التواجري العربية.